بسم الله الرحمن الرحيم أقترب للناس حساب وقل في رفلة معرض ما يأتين من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يدعون لا يتنقلون وأسر النجو الذين ظلموا الآباء إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأم كنت بصر قل ربي يعلم قول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قال أقراض أحلام بل افترى ربا وشاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأول ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالين يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدخناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسلفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم أصرنا من قرية إن كانت ظالمة وأنشهنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقبون لا ترقبوا وارجعوا إلى ما أترككم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعوان حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما داعبين لو أردنا أن نتخذ له وأن لاتخذناه من لذن نائم كنا فاعلين بل نقدف بالحق على البعقل فيدمغهم فإذا هم وزائق ولهم الويل مما تصفون ولهم من في السماوات والأرض ومن عندهم لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والناء ولا يفكرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا مرهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أن فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسكونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من حشيته مشبقون ومن يقل من إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَبْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَئِونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ فِي فَلَدٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مُتَّفَهُ الْخَالِدِينَ كُلُّ نَفْسٍ زَائِقَةٌ مَمْ وَنَبْلُوكُمُ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رِئِكَ الَّذِينَ كَفَرُونَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا وُزُؤًا هَذَا الَّذِي يَبْقُرُ آلِئَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانِ مِّنْ عَجَلٍ سَأُرِيْكِمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِدُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُونْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَا لَا يَكُفْتُونَ عَنْ مُّلُوهِهِمُ النَّوَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا أَنٍ مُّصَرُونَ بل تأتيهم بغتة فتباء فلا يستطيعون ردها ولا ينظرون ولقد استغزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخفوا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يتلأ بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعون من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنى هؤلاء وآباء حتى طال عليهم المنهون أفلا يرون أنها نأتي الأرض لهم طفها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحن ولا يسلموا الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مسكوا النفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويبنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصق ليوم القيامة فلا أظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسدين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان رضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارد أنزلنا أفأنتم لهم كرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكتون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي فطررن وأنا على ذلك من الشاهدين وتغراب لأكيدن أصمامكم بعد أنتم والنوم مدهرين فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلئتنا إنهم لمن الظالمين قالوا سمع نافة يذكرهم يطال لهم إبراهيم قالوا فأكوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا بل فعلهم كبير هذا فاسألهم إن كانوا ينقضون فردعوا إلى أنفسهم فقالوا إنهم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينقضون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضرق قف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعكموا قالوا حرقوا وانصوا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا ناغوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين ونجيناه ونوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين واجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ونوطا آتيناه حكمه وعلمه ونديناه من القرية التي كانت أعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوا فاسقين وأبقلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنديناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كلهم بآياتها إنهم كانوا قوم سوا فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إن فشت فيه غنم قرم وكنا لحكمهم شاهدين ففههمناه سليمان وكل الآتينا حكمه وعلمه فسخرنا مع داوه ذا القبال يسبحن والطيف وكنا فاعدين وعلمناه صنعة له سلكم لنحصلكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باورنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين لن يغوفون لهم ويعملن عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربهم أنني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستذبنا له فكشفنا ما به من برد وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلك كل من الصامرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهبا غاغبا فظن أن لن نقدر عليهم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني أوت من الظالمين فاستذبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نبكي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالثين فاستذبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصلت طردها فنفخنا فيها من روحنا واجعلناها من روحنا واجعلناها واجنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرا بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات من ومؤمن فلا كفران بسعي وإنا لهم كاتبون وحلم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حذب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاقصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنكم لها والدين لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعد لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفس خالدون لا يحزنون الفزع الأكبر وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطل السماء كطير السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزمور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما إنحاء إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آدمتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما كواعدون إنه يعلم الجفر من القول ويعلم ما تتكون وإن أدري لعله فتنة لهم ومتاع إلى حين قل رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصدون